يجي المدير ربيني يكون لديه أنا بقول فيه منظمات بتبدأ بهذا الشكل أنا بقول ده لكن ده المستوى المنظوري أنا هقوله المستوى الخامس ده في الحياة صعب نمصل عليه اللي بيقوله ده لابد المنظمة اللي عايزة تستمج وتق ويبقى من خيرهم التي مخرجت للناس الحد الأدنى لها أنتصب للمستوى الرابع الرابع لا الرابع هذا الهمس الرابع اللي هو المبادئ المبادئ والقيم هنوال الوقت سريعا بس وانا بقوله بيقوله ما طلعه جبال الهمراية وهو بيطلع من هنا مش هشوف اللي فوق هشوفه القمة دي بس فاللي لسه ما عملش المنظمة مش هيقدر يعمل غير إن هو يوجد نظام قوي يعني انت وانت بتعمل المنظمة ما عندكش طريق غير إنك تحط نظام عشان يشتغل مو انت اللي هتقول الناس يجو قيمتة ويمش قيمتة ما تبدأ ليش بالمنظورية لانت لازم تحط نظام الأول وأخويا وصحبي لما عمل المنظمة في الأول كان عملها كده في الأول ما كانش بينظامها لحاكي بس هو كانت لازم تمشي لكن هو في الأول مش هشوف غير دي وبعد المستوى ده يشوف اللي بعده فكل مؤسسة بتشوف المستوى اللي فيه ده النظام العشري الخمس مستويات اللي انا هقول لهم هتبدأ اول ما تبدأ يبقى حلوة يبقى بغضة زي الحتة دي كده جميلة بس تغمق 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 لحد ما تحمر يبقى خاطئ لحد ما تسبد وبالتالي يبقى لازم همتقل من المرحلة دي للمرحلة اللي بعدها فهمنا النظام العشري يعني في الأول ده ما فيش منظمة أول مراجل يعمل منظمة ويمشيها بالحديد والنار والله قيز ما احنا مكانش عندنا منظمة رقيت عندنا منظمة الحمد لله وبتتطور تتطور لكن لو تحول لديكتاتور بيبقى لنتنا مش هادي هيبدأ يتحول من المنظمة الى المستوى اللي بعد هنفصلها الان تقريبا احنا عشان نقول ده ان كل مرحلة بتعتبر علاج لمساكل المرحلة اللي قابلها يعني المستوى زيلي فيه منظمة مستوى زيلي مفيش منظمة مفيش حال فمجرد انها تدعم المنظمة يبقى حل لنا مشكلة لاني بيئت اوجدنا شيء من عدم لكن اهم حدا في المستوى الأولاني ان احنا بقيت عندنا منظمة لكن بعد الوقت الرجل المدير المنظمة ده يتغول هو يتغول ويبقى ديكتığını يبقى المشكلة عندنا اين الاول ما كانش عندنا نظام فالمستوى الأولاني اوجد لنا نظام لكن لما اواجد النظام كنا في القبيل لكن لما اتغول بقى الايه لما أتغول بقى ديكتاتور فيبقى الحل ايه نشير الدكتور ونضع القواعد والقوالين تبقى تيجي المرحلة كل مرحلة تعتبر علاج لمشاكل مرحلة السابقة وينتب عنها مشاكل جديدة نتيجة عن طريقة حلها للمشاكل يعني الراجل لأس المؤسسة وهو اللي أود الحل وضحية هو في الآخر يكون الضحية لازم يتجمع للأسف الشديد الحكيم هو ده البنقادل اللي بيأسس مؤسس وعايز المؤسسة بأحبير أو تكبر لازم يحطط لها قواعد والقوانين بس هو لو حطت لها قواعد والقوانين صح هيوجد ناس يعلون من النظام المالي والنظام ده بعد شوية يضلوا رقوع لحد ما يلقاشه مطال في المنظمة المنظمة تكبر لكن اللي ووجد للمنظمة نفسها الفاوندر ممكن يلقاشه مطال في المنظمة ودي مسألة ممكن نقولها بشكل جديد ليس هناك مرحلة أفضل من مرحلة صحيح شكلنا شكلنا بنقول اللي مستوى ثلاثة أحسن من اثنين لكن لو انت لسه بدأ المنظمة لان مستوى احسن لك الوقت بس خلي بالك ان انت لازم تنتقل للمستوى اثنين في خلال سنتين اللي في مستوى اثنين خلي بالك ان انت بايخ للمستوى ثلاثة فهمنا بفرق المستويات اذا ما فيش حاجة مطلقة ان حاجة احسن من حاجة قد يكون التطور من الادنى الى الاعلى وقد يكون العكس المسائل دي عاملة بقوله زي الاطفال الطفل وما صغير اول ما بتولد كان بيقوله لما ايه بعين صغير وعايز ايش رب بيعمل ايه لسه ما تكلمش ولو مبنون مي طب ولو جعان طب لو عايز امه ما عندوش للحالة ما عندوش حاجة هو كله صريخ 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 لازم تستجيب له وانا فاكر خدت ابني مره للقاهرة الاسكندرية وانا مش عارفين ايه وبعد ان ام طلعت خيبة كان عايز بس يقلل يعني هو ما عندوش اي طريقة احيانا ده تطور لكن الوضع الميكبر شوية بعد سن خمس ست سنين بيعرف يتكلم ويتفوض مع الناس ويقول لهم يعرف القواعد يعرف انه لان متحت لباودة يديه حاجة يعرف القواعد والقوانين انا عندو كان يباني الريان لحد ما يعملها لكن لما يكبر وينضل يوصل إلى 40 سنة حتى إذا ذلك لا يبقى عنده مبادئ ما يعملش المسألة دي فإذا كبروا بقيد شيخ يعني دي ماشي مع تطور البني آدم زيه بالظبط تقريبا يعني وأنا بقول دي موجودة على مدى التاريخ بشكل كبير أنا هسيلك البرزنتيشن دي المقصود من النموذج اللي أنا أعرضه مش علشان ننتقى الضعط لكن علشان نعرض مشالخص المؤسسة اقتعادنا وأقول ماذا نحن؟ يعني المقصود بداية أننا نقول إحنا في مستوى واحد أو مستوى اثنين عشان كده أنا موزع عليكم الورق ده في خلال مثلا سبع دقايق أنا أعرضه وأتمنى كل واحد فينا هيقضل يعرف إحنا في أي مستوى وهناك عليه إيه المستوى اللي جاي؟ مش الآن، أقولها لك بعد المستوى اللي جاي اللي ما رايحنه ممكن يكون فين؟ أنا عايز أعرف الوعي في مستوى المنظمة وعايز أفهم المرحلة اللي جاية مين هنا ودي المنظمة؟ يرفع إيدو أو مسؤول عن المنظمة؟ مين الرجل الثاني في المنظمة؟ أو الستة الثانية في المنظمة؟ مين الرجل السابع؟ مفيش حتى أول بنت السبعة مثلا؟ في الآخر كلكم راعي وكلكم مسؤولا عن رعية كلنا مسؤولين عن المنظمة لازم نعرف إحنا في المستوى الثنين ويا سعد المدير إحنا لازم ننتقل لثلاتة وعشان ننتقل لثلاتة فيه تدريب اثنين ثلاثة أربعة احنا عرفينهم ده اللي بيساعدنا زي ما بيقول أنا الولد سخنه لازم ياخد أنتبيوتوك ده هيقولك محتاج أنتبيوتوك لا محتاج فيتامينز ومحتاج إيه بالزبط ده يحدد لك المستويات اللي انت هتشتغل عليها معين التحديد ايه؟ احنا قلنا كنت قلت حضرتك النشاط مش كده؟ وانت كنت قلت مقدار المشاريع في بعض الناس قال تطوير الموظفين بعض الناس قال صمعة البيئة ماذا كده؟ الفلوس مصادر 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 او مصادر مصادر familiar المصادر مصادر مصادر ميش مصادر مصادر العشرة دي كل واحد فيهم ياخد الممتاز ياخد عشرة يبقى انا لو اخدت مئة في المئة يبقى ايه ممتاز مفيش مؤسسة مئة في المئة ده المعيار اللي عايزكم تعمله فيه اذا كان عندنا عشر معيير فانا على اقل عايز ااخد في ده مسلا ستة في ده سبعة في ده اربعة في تمانية بس هاعرف في الاخد اجمالي ان انا واصل قديه ده ده تصور المعيير هي اول حاجة القيادة يعني القيادة الستايل بتاع القيادة عامل ازاي هل هو رجل ديكتور ولا رجل حبوب انا عامل زي الوالد ولا بيدربنا ولا ميسر ولا بيدفعنا نوعه ايه يعني انت لما تخش مؤسسة اهم عادة تشوف عقلية القائد ده هل عقلية القائد في دماغه بيفكر لوحده ولا بيشارك الناس عقلية القائد انا حطوطها نمر واحد لانه هو اهم واحد في المؤسسة وهو اللي بيساعد المؤسسة بتنمو وفي الحقيقة لازم يكون القائد في مستقى متقدم حتى لو المؤسسة في مستقى واحد يجب هو ميكونش في واحد يكون وفاربعة حشان يعرف الشيء بالمؤسسة نمر اثنين الاهتمام ايه اهم حاجة موجودة في المؤسسة هل اهم حاجة موجودة في المؤسسة انها عايزين يكبروا ويفقى كبيرة وضخمة ممكن بس ده في الحقيقة هيودينا المستوى سيء جدا انها يوصلنا للغايات تبرر الوسائل بشكل كبير اذا كان الاهتمام المؤسسة بالوصول الهدف انا هاخد اعتبار اذا كان ان انا اوصل اكبر نتيجة بصرف النظر عن القيم هتخلينا حاجة تاني لا اذا كان اكتر اهتمام من المنظمة انها تبني الفريق لا لا ده اكتر اهتمام اللي بتكلم عليه اخوي هاني الشراكة مع المجتمعات اللي برا ده يبقى كلام كويس اذا كان اكتر اهتمام انا عايزك تفكر اول حاجة في القائد نمر اثنين فا اكبر اهتمام لما تفش المنظمة اهم حاجة يقولك ايه الضبط المالي والاداري لكن لو دخلت اهم حاجة بناء الفريق لا ده يدخلنا من الربعة ده انا عايزك كل محور من دول اذا القائد له معيار والاهتمام له معيار هاي قال تاني فريق العمل فريق هل في فريق عمل ولا الناس كلهم عاملين زي عساكر الجيش عارفين عساكر الجيش اللي يشوف شكلهم فريق عمل لكن هما كلهم هل الناس اللي في المؤسسة كده كلهم حضر يا فندم حضر يا فندم انه تؤمر به قول يا سادات قول قول كل كلامك نغم قول 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 والشعب هيقولك نعم هل الموظفين كده هل فعلا في حد بيقول للرئيس لو سمحت ولا حاجة ولا شفت منظمة كده الموظفين فيها ساكل ولا لا ما شفتش يا رجل لا انا بقول ان في عدل كدير من المنظمة لما تخش دور الناس في فريق العمل مطمومش دور هو الريس اللي بيقول هو الريس اللي بيعمل يمكن الريس عشان هو الشجر الكبير يمكن هو عشان اللي بيفهم اكتر يمكن عشان سنه كبير والناس صغيرين لكن لو كان فريق العمل موليش دور اعرف ان ده نوع من انواع التقييم اما لو الناس بيتكلمون حاجة اما لو القائد اصلا الناس دول بقيت زمائل واخواتهم مقدرهم تقدير كبير وفعلا لما بيدي بياخد قرار بيسأدهم لكن في الحقيقة ما بياخدش قرار يعني زي زي ملكة سبع كده ما بياخدش قرار لما نشاول لان عارف نمرة لا ممكن يكون المدير ما بيسألهمش لان في الحقيقة اجربهم ستين مرة وخرج البيت لكن ممكن يكون هما ناضجين يعني المسألة مش في المدير هي ممكن يكون ببداليل ايه ولاد الصغيرين انا بشاورهم في اي مدرسة ياخدهم هما في الدنيا ما بشاورهمش مش دايما ان المدير اللي بياخد قرار ده وحش انا اللي بقرر لولادي يلبسوا ايه وما يلبسوش ايه ويروقوا مدرسة ايه طول ما هما صويرين مش كده ولا ايه فمش معنى ان المدير بياخدوا القرار ان هو وحش بس انا بقول فريق العبد هدي هو اللقضة بدرجة كافية يقنع المدير يعني احنا عندنا ودلعك مش دايما تقول للمدير غلطان هل انت بتجيب له افكار وبتقول له هو حسن عندك كده هيرجع خطأ ويديك هيرجع خطأ تانية ويديك هيرجع خطأ تالتا ويديك وهي بقى مبسوط ان هو يختفي من الصورة تماما واشتغله يعني انا متصور ده المدير وده الاولر بتاع المؤسسة لكن بعضنا بيشتك المدير ده الكدهور ديكتاطور واحنا ما حدش بيقوله فكرة فانا بقول المعيار ده معيار فريق العمى شأنه فريق العمى عامل الزاني انت مؤسسة عندك كم مواصفة نظرة المستفيدين اللي حضرتك كنتي عليها انا لما اسأل الناس على اسلام كريف هيقولوا اسلام كريف محسن ولا هيقولوا الاغاثة الانسانية عفوا مع التقديس يعني هيكونوا مستريحين لمين كان زمان لما يجي التقييم نجيب واحد يقيم من الخارج لما الدنيا اتطورت التقييم يا دكتور هاني الوقت بيتلم ايه؟ داخليا اهم واحد يقيمنا من المستفيد لما تيجي يو اس ايد بيديك فلوس وحاجات زى كرة وعايز يقيم حضرتك مش بس بيجي بفتش بيروح المخيمات يقولهم ايه رايكو في اسلام كريف الناس هيقولوا عليكو ايه؟ بش الناس ذو بس طيب والشركاء اللي شغالين معاكو بيقولوا عليكو ايه؟ طيب والحكومة هتقول عليكو ايه؟ بقيت ده معيار تاني اذا طرفنا معيار تاني في نظرة المستفيدين من الخدمة الجودة من قال الجودة هنعم كده؟ حد قال الجودة كواليتي؟ جودة الخدمة مش نوع الخدمة جودة الخدمة الجودة دي حاجة كويسة ولا مش كويسة؟ نعم كويسة احيانا في مستوى انا وانا بقدم الخدمة انا عارف الجودة عاملة ازاي واحيانا القيادة بتساعدني ان انا ادي كواليتي كويسة ممكن يكون الاهتمام عالجودة انا معيار الجودة هفضو معيار عرضي للقدمات اللي انا هقدمها انا فاكر كنا بنقول واحنا في في كفالة الايتام لما بتدي ميل عندنا مشاريع الايتام لما بندي فلوس الايتام احنا قل له اوقف يا ولد عشان تتصور عشان تتصور صحيانا دي بيبقى مسألة مؤهجة ده مش كواليتي يعني انهي ادب ده الراجل كل شهر ولا الوقت يروح عشان يقفوا له ثلاثتش يقول له اضحك ويعمل عشان الراجل الى اي درجة ان انا باحترم انسانية البني ادب وانا باديله وانا بوزع الاجل هل با احدفهوله ولا بادهوله جودة الخدمة ان احنا بنقدارها بشكل والله اخر انا بس عايزك تفكروا معي في كذا معيار بدل ما قلنا معيار واحد انا بضيف معيار واثنين واثنين و اثنين و اروعة طبيعة القرارات القرارات بتتم ازي حد يقول انواع القرارات اللي بتتم ازاي اصناعة القرار عبال القرار بيطلع من برأس الله هو اللي جقوله there listen to the position ما فيش مشاورات ولا حاجة بتبني. فالقرارات بيبكين. حاجة يعني التواصل. حاجة يقولي انواع التواصل المختلفة اللي تخليك تقول مؤسسة احلى من المؤسسة. اجتماعات. كتاب التقارير. لا انا اقولها بشكل تاني. تواصل من فوق لتحت. تواصل من تحت الفوق. المؤسسة الضعيفة. تواصل من تحت الفوق لمن فوق لتحت. اذا كانت المؤسسة الامر بيجي من فوق لتحت. بس وكل الوقت كده التقديد بيجي من فوق. والقرار بيجي من فوق. والناس ما عليهمش لازمة يبديه مؤسسة تحت ولا فوق. مش كده. طيب لو بيجي من تحت الفوق. ايضا ايضا ايه. هو لا يمكن يجي من تحت الفوق الا من فوق وتحت وتحت الفوق. يبقى التواصل متبادل. تب حد شاف التواصل الجانبي? احنا معروف عندنا الهيراركي. المشهور يقول لك ده رئيس جسم تلاتة. والتلاتة عندهم واحد. القرار بيجي كده. 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 لكن ده هو ما بيتعودش مع ده. الموظف اللوجيستيك ما بيتعاملش مع الموظف بتاعه. انت قد بتاع تتكلم مع بتاعه. عشان يتكلم مع المانجر بتاعه. عشان يروح للدبارتمنتناك. عشان يتكلم عرئيس الدبارتمنت. عشان ييجي عشان ينزل. انت بتكلمي اللي اريد تكلم رئيسك. بعض المنظمات بيبقى الموظف عشان يتكلم موظف. يقول لهم ما حالش. يقول رئيس تلك. انا انا في مكتب السلان. عايز حالة بالدكتوري. انا ممكن لكي اتكلم الدكتوري. ابدا. انت الدسكو اوفيسر هناك فيها دبح. تتكلم على العرق ليه? انت تتكلم مع الدسكو اوفيسر بتاعك. والدسكو اوفيسر بتاعك يتكلم على الانيا مانجر. والانيا مانجر يتكلم على التواصل لما يبقى كده حاجة. لكن المنظمة المتكبر اكتر تلقى الناس يبقى تصل كده لدرجة المنظمة الكبيرة على المستوى اربعة. يعني احيانا بيرسموا الحاجة كده. لكنا زمان بنعمل اهد المدير تحفل اتنين. صح كده? والتواصل كده. حالا بيرسموا الولاد ده المدير. وتحفل تلاتة موظفين. مش كده? وده تحفل اتنين. وكل الكلام الاداري ماشي صحيح. كل الكلام ده ماشي صحيح. لكن ممكن يحصل حاجة كين? مكيش منع في المنظمة ان الراجل ده هو يتصل بدا. والرجل ده هو يتصل بدا. ودا يتصل بدا. ودا يتصل بدا. بيسمون النظام اللي ايه؟ الشابكي. لما توصل المؤسسة ان كل الناس من دون اضطراض للنظام. يقدروا يتصلوا. انا محتاج حاجة من المكتب الفلاني اتصل بيه. يبقى ده تدور كتير في التواصل. عشان كده بقول اول مستوى او ادنى مستوى ان المدير يقول. المستوى اللي اكتر منه المدير يقول للموظف والموظف يقول للمدير. ماشي. المستوى اللي اكتر? على فكرة النموذج المنظومة دي هي اللي مبودة في اغلب المنظمات. صح يا فنم? المنظومة دي كثيرا مبجر عاليا قد لا تحتملها معظم المنظمات. لكن في بين هذه وتلك مستوى. يعني يا مش لازم يكون كلهم يتصل بكلهم. بس على الاقل يكون في حركة. ولا ينقاش كايني جسوز. يعني لما يبقى انا في البروجيت. وروح لراجل بتاع الفاينانس اقول له ايه المشروع عندي. ادهولي. المسالة اوبن. العزب. 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 طيب. اذا احنا بنقول المستوى التوانصر ده الاولين اللي موجود عند كل المنظمة استاذة. وده ده الطبيعي اللي يبقى موجود. وده اللي لازم نتأكد اللي موجود عشان نوجد سيستم. لكن بعد ما يتوجد سيستم ويتعرف وكل حاجة. والراجل المدير ده في درجة عالية لان مربوطة فريق العمل اللي قلناه. في درجة عالية من الثقة بين الموظفين. انا لما بتصل لصالح المؤسسة فلما الموظف بيه اتصل بالمؤسس. الشاهد في الكلام. كل ما زاد التواصل. المحر الايجابي بين الناس من غير المشكلة من غير الموطير ما بيقول بتتصل ليه. يبقى مفيش مشكلة. وفي كل المنظمات كل عمل التواصل ده بحد ذاته ممكن يكون معياد المنظمة كبرت او ما كبرتش. انا بس عايزكم تعكسوها عندكم تشوفوا اذا اي درجة يكون عندنا. فيه لنك تواصل؟. اذا كان من فوق لتحت بس فده من ايه? هو من فوق لتحت لازم يكون موجود في كله. بس لو من فوق لتحت بس يبقى المنظمة في المستوى الاولاني. لو من فوق لتحت وتحت الفوق يمكن نوصلنا للتاني. لما يبقى من فوق لتحت وتحت الفوق والجانبي كده بالراحة التالت. لما نوصل للمستوى اكبر الرابع. لما نوصل لكل واحد ممكن التوصل بكل واحد الخامس وهذه نادرة انها تبقى موجودة. كاملا الشبك ده بهذا انطلاق المؤسسات لا تحتملها. وعقليتنا لسه ما تحتملها. بس احنا واضح انه كلما زاد التواصل كلما نضجت المؤسسة. Yes. Excuse me. In the network section that you're explaining. What about the responsibility? Absolutely. That's why I'm saying it is good to start with this. This is a normal stage one. It should be like this. And we need to strength stage one. And we need to enforce this. And we need to assure that everyone know his responsibility. Exactly. But when the trust building between the employee, when the partnership become very good with the employee, the person in the department of program and the person in the department of finance, they still can work together without going to their manager. Still at this small level. That's definitely what we are doing right now in my organization. Absolutely. Just one question more here. What about the donor responsibility? They are asking. They are not coming. They are directly coming to me. Like I have two employees in my direct supervision, right? But for example, they're not going to them to make an audit or whatever it will be. You know, for the donor thinks they're coming to the manager. Okay, so let's confirm. So we can say now in zero, there is no communication. In stage one, there is strict communication. In stage two, these people can communicate together. In stage three, very limited here. In stage four, five more. Back to you. This is within the organization. Exactly. Within the organization. It's me and my finance manager. It's me with the department. But with donor, we have rules and regulation. When you go outside the sector of this. And in some big organization, which I have been working with, there is what's called territory. Sometimes the people here, the regional manager of X organization who is in charge of Middle East. And there is another regional manager who is in charge of Asia. And it's a person from Asia communicating with here. It's a haram. They consider it's a bed. The organization is growing. The trust needs to be grown. كل ما نما الثقة بين الناس والمسؤولية كل ما حرسالة فضل. If I may add something answering your question. What our goalie tried to explain the first stage in the organigram is the natural process of the building. In the primary stage, we didn't have the organization. Each one has its responsibility and you go through this relation and those lines. The program team, operation teams, and everyone tried to protect his territory. But when you achieve the material level, level of maturity, level of this web, where everyone in this level can interact freely with the other and in position of wrestling. For example, at our level in Iraq, we don't have second man, third man. We are equal, including myself. So as Dr. Haley just asked this morning, I was absent, he asked one of our team members regarding the operations and how we dealt with it. Anyone within our team was in state and the possibility to answer. Because the decision making is equal and the share of information is transparent towards everyone. And this is the web structure our Philippe is trying to introduce. So when it comes to your donors and coming and asking within your frame and responsibility, it's not only yours. It's a shared responsibility. It can go to finance, it can go to programs, it can go to operations. You would have the same answers because we have unified approach and we have the same level of access to information. And this is an ideal situation that all of us are aiming at. And I hope we will succeed in doing so. Yeah, exactly. But what about like, if we go for external, like the audit for coming and something like, the auditors, they're not coming even from the, like they're not the donors, you know. They're just a representative of them. Okay. So coming for, for what we call it, like if they're coming for each, like department, so they're not going to see everybody in that department. If it's, if they have the same quality information. Do you mind to take this question and bark a lot. Yes. 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 To come back at the end of the session to complete this. Okay. So donor, right? Yeah. We will comment to it later. Let me complete it with this. So we understand the organogram in this way. Now the organization is going more towards the flat. The flat. Sometimes you have Yeah. You have. Okay. Alright. Okay. So the electronic ones are coming over. So let me, let's say, inside the government, right. ان احنا متأخرين بدرجة ما. خلينا بس نعجل سريعا ونعجل. اذا مرة تاني اول حاجة القيادة. تاني حاجة الاهتمام. تالت حاجة فريق العمل. نظرة المستفدين. الجودة. طبيعة القرارات. التواصل. النوع التاني. الاشراط. سوبر بيزن. ان سمول ارجل 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 كانوا زمان الراجل اللي بيفتش على التعليم كانوا بيسمونه مفتش. كده? كان عنده مفتش. اسم المفتش? اسم مشرف. واحنا بيسمونه موجه. الاشراف اذا كان الاشراف يبحث عن الاخطاء هو بيجي دانا مشرف يدور علينا. يوم ما يبقى الاحساس في المؤسسة يوم ما يجي من واحد رئيس من المكتر بيز جاية عندنا اياد المصيبة السودة. هو بيدور على حاجة غلط. جاي لما يلقى دي صحي عديها دي صحي عديها دي صحي عديها. بيدور على حاجة غلط. يعني هو لما بيجي لو رجع وما جابش مسدين بيحس انه ما عمدش وزيفته. هو جاي بيدور زي البوليس اللي عندنا في مصر لما بيوقفك يقول لك الرخصة يقول لك الديني مش عارف الاقامة يقول لك الديني بتاعه المطافي. هو بيدور لك على حاجة يعني يجيب لك مصيبة يعني يجيب مصيبة. إلا لو لو انت تصرفت في شكل والآخر. الاشراف لو كان هدفه اكتشاف الأخطاء والتضاد والهجومي فمع ذلك المؤسسة مش كويسة. يوم الدكتورة قامت تعجي على الأقسام والناس حسيني خرابي لحسنتين الدكتورة قامت تكتشف حاجة يبقى مش كويسة يبقى دي المستوى متأخر. عشان كده في المتقدم يقوله قاعدة. اضبط موظفك متلبسا وهو يعمل شيئا جيدا ثم شاهره. شايف الديني لما تقدم اضبط موظفك متلبسا بفعل جيد ثم شاهر به. إذا كان الاشراف اضادي وبيدور على الأحطاء يبقى رسك من المستوى واحد. ويمكن في المستوى لكن لما نطلع ثلاثة بيبقى كوبيه. لما نطلع اربعة يبقى مساعدة. لما نطلع يمكن في خمسة بيقول هاو كان يهلبيو. يعني يجي باجل من الاتشكيو يقولي كدكتور امل هاو كان يهلبيو. وانا حصله لما كنت شغال في الايام سيو وانا شغال في انجولا. الناس اللي في اطلانتا جورجي ولا في في لوس انجلس يقولي دكتور سيد وانا مدير قطر وهما في المكتب الرئيس بيقول ازاي نقدر ساعدك. يعني هما بيدوروا ازاي يساعدوك. فالشاهد كل ما كان الاشراف احل واقل حدة كل ما كانت المؤسسة تندق. تسيير العمليات حتى بالاخيرا. ازاي البروزيس بتمشي? مع ادى ولا سهلة? كل ما كانت المسائل الاجراءات اسهل. كل ما يبقى المؤسسة اكتر متجن شوية. وكل ما كانت اخذ القرار مسألة صعبة كل ما كانت المسألة لسه في مستوى الناس. اخر حاجة الاخطار. كيف تكتشف الاخطار? ايه رأيكم في المستوى الاولاني كيف تكتشف الاخطار? مراجعة. في المستوى واحد. في المستوى الزعائم الديكتاتوري. بس لما يكون المدير عم يتناقش مع الموظفين. سيكون في اخطاء على مو يضحح. وفي الاولى? بالاولى ما سيكون في اخطاء. اصولي مش هبقى في اخطاء. ما عدش هاي. ما عدش هاي. لما روحت الاراء. ما جيت الاراء عفوا في سنة اه الفين وثلاثة. وكنا بنعمل بنقول بنبدل ممرضات يعدوا عشان يعملوا فبنعمل التارجد مثلا يعملوا خمس تلاف اربع تلاف. فلما بيجي مئة في المئة. مئة في المئة. ما يمكن يكون مئة في المئة. ما فيش حد في العالم بيعمل مئة في المئة لانك هتروح تلقى البنت مش موجودة البنت عيانة. فأقول لا احنا متعواجدين كده. اللي ما بيجيبش التارجد مئة في المئة كان صدام بيعدمه. احنا لازم ده كلامنا. الاخطاء في المستوى الاولاني مميتة. لان محدش يقدر يقول على الغلط كله بيدارة. محدش يقدر ان اللي بيغلط بيتموت. اللي بيكتشف ان عمل غلط بيترفد. ما فيش حاجة. بينما لما بتقدم في المؤسسات بنوع عرفت فانا لو قلت هعمل ايه بتتقنن الاخطاء. الشاهد انا هاجعلها في التفصيل. دول العشر معيير اللي انا هشتغل عليه وانا هتبقهم على المستوى الاول هيبانوا. كتير في المستوى الاولاني ونعمل الاكسرسيز بعدها. واضحين في حد عنده تساهم? يبقى الاولاني ايه? القيادة. وعندنا كم ستاهم والقيادة. ديكتوري وضراري المشكلة. التاني الاهتمام. طيب نشوف المعيير مواصفات المرحلة اللي هو الاستيبي الاولاني. القائد شكله عمل ازاي? ازاي. ها? تكتاتي مسيطر. لازم يكون مسيطر. تقول ده واحد يكون مسيطر? المؤسسة مش هتنفع غير لما يبقى مدير مسيطر ماسك الامور كلها. هزا وإلا هتبدأ منه في الاول. في بداية المؤسسة لابد ان يكون المدير المسيطر سيطرة تامة. ولابد ان يكون زعيم. عشان يبقى كل جماعات الاسلامية وكل الحاجات لابد ان تبدأ بزعامة شديدة. ولابد كلمة مسيطر اقصد في واخد بالهم للاشياء. وهو قادر على فرض النظام. ده الايه? ده القيادة. ده الاهتمام هنا ايه? فريق العمل. فريق العمل ادوات في يد الزعيم. زي الناس في الجيش. اعمل ده هنعمل ده. اوامر. اه? اوامر. اوامر. مفيش حاجة لكده. هو عنده موظفين بيستخدمهم. بيجيب فايدة ميهم. لو ملوش لازمة هيرفده. تماما. التالت. الجودة ضعيفة. ضعيفة. لان هو بيعمل زي الزعيمة بيقول. انت تخطو قريب. مش محتاج تكتب الا ازا كنت بتكتب انتبعاتك. لكن نفسها هتاخد ثانية. موجودة في الورقة. اللي بعدها القرارات. حد يقرها لي كده? ما يضر الزعيم انه صحيح اشوائية واضحة. حد شاف منظمة كده? حد ما شافش منظمة كده? صحيح. القرارات في المؤسسة سواء في الاسرة لو كان لو كان الاسرة بمستقعه هو لين? فالقرار هو بتاع الحاج. ما عرفش عندك هو الحاج اللي يقول. اذا كنا نمشي ولا منمشيش. هو اللي يشوف. انت انا كنت. زي سساين. عرفين سساين؟ نعم؟ او الحاجة. ممكن يكون الحاجة او الحاجة. موجودة ان لما يبقى الناس في المستوى الاوليني زي الاسرة. وعدد كتير من الاسر كده. عدد كتير من الشركات الصغيرة كده. رؤساء القبيلة كده لو الناس عدوا. العشيرة كده. مشكلة الجبائل اللي موجودة في الصدار وفي الصمار وموجودة في عدد من الدول موجودة كده. ان الزعيم هو اللي بيقول. والصاح اللي يقولها. انا كنت قلت لكم. كان عندنا اغنية في مصر. انا متأكد يكون عندكم. اغنية تتغنى. والله تتغنى كلنا يقولك. قول. قول. قول يا سادات. كل كل كلامة نغم. قول قول قول. والشعب هيقولك نعم. بس ده كان بعد الحرب. انا فاكر بعد الحرب تلاتة وسبعين. وده احنا بيجي في المؤسسة بيجي في شركة صغيرة. بيجي في مؤسسة. اذا كنت انت الزعيم اللي بيقوله. وهو الكلام بتاعه صحيح. واحنا مش عارفنا كلمة عشوائية. هي ممكن يكون واضحة بالنسبة للزعيم على فكرة. يكون الزعيم عارف قراراته. بس بالنسبة لنا احنا الموظفين اللي لاحك. مش واحدين بنا لانه ما بيقولش كل حاجة. ممكن يكون هو واضح واخد القرار ده ليه. وغير واضحها لانه ما بيديش هو شايف ده? فبيعمل ده. وده اللي كان موجود في عدد كتير من الدول وغالبا الدول دي بتنهار. لم يبقى في الدول اللي موجودة بهذا الشكل. التواصل من اعلى الى ادنى. والمعلومات بيقولك اعملها كده. وعندنا في الجيش بيقول نفذ وبعدين اسعج. مش كده? يعني اذا كنت كده فمع ذلك ان انت في المستوى واحد. تقولي ايه? بعد شوف. يعني انه نفذ بعدين اسعج. سؤالك انت ما شفتيش منظمة كده? ما عاشتيش في موظمة كده? اه 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 انا كده. انا بدي عمل منصة لنصة 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 صحيحة. لا دي موجودة لا دي موجودة الانتعدد من المنظمات. الاشراف يتميز بالهجوم الشخصي. وعدم الثقة بين الافراد. تأثير العمليات ضعيف. وفي بيئة قابلة لحدوث اخطاء. لان ما حدش عادة. كل الدينية مطلعبطة. يعني الجو النفسي في المؤسسة دي بتشعر انه مشهون شحنة شديدة في الحقيقة. الاخطاء ده مفيد جدا. انا عايز حضرتك التقراري دي. الاخطاء ايه? لا تلاحظ بسرعة وتؤدي الى انهارات وطورات. انهارات وطورات. انا يعلم ربنا ان هذا مكتوب قبل سنة حضارش. احنا بندرس ده من سنة سبعة من سنة الفين وسبعة والفين وثمانية. وكلمة الثورات دي بالذات كانت موجودة. لان الرجل ده اللي كاتب ده الماني مش مكتوب عربي ولا انا اللي كاتبه وانا تعملت اجيب اسمه في الاول. ان الاخطاء ما بتلاحظه بسرعة. لما بيقوله الرئيس فلان رئيس الدولة فلان الاخبار يقوله كله تمام. الشعب كله راضي. المعلومات اللي بتوصل له كده. المعلومات اللي بتوصل له كده هو ما بيعرفش المشاكل. طب والناس اللي الثورة اللي موجودة ده ده مش الثورة دي فورة. اي حاجة تتسمى باي شكل ومشكي على مستوى الدول على مستوى المؤسسات على مستوى الاسر بشكل كبير. ولا لو هدخل ده هطبقوا على مستوى الاسر هتلاقوا بشكل كبير. وكثير من الاسر اتضمرت علشان الراجل شغال فيها سي السيد ومشو اخد باله من بنته التين اتجر ومشو اخد باله من ابنه ومشو اخد باله من مراته اللي عندها طلبات. اذا كانت الاخطاء مبطولة حصي فسدقوني هتؤدي الى انهيارات وإلى ثورات وإلى طلاق في الاسر وإلى تدميد في المؤسسات ولو المؤسسة كبرة بشكل كبير زي زي ما قلنا المستوى اللي هو بيكبر اللي احنا قلناه بيكبر من تحت الفوق كده زي الزنبورك بيطلع كده هو ممكن يمشي العكس. يعني ممكن تلقى المنظمة بعد ما طلعت وكبرة ممكن يرجع العكس تاني. فالاخطاء اللي هتلاحظ بسرعة. حد شاف منظمة كده? حد شاف اسرة كده? انا عايز كل واحد فوق قدامه يقلب الورقة دي ويكتب اذا شاف اسرة كده او يعرف مش لازم يكون اسرتك. او شاف شركة كده? او شاف جامعية كده? او شاف دولة كده? اربع حاجات. عازي اختفتكري اسرة الحج محمد اللي جانبوكو ولا اسرة جدك ولا اي كان. فعلاً كانت كده. والجامعية الفلانية اللي انا عرفها كانت كده. والشركة الفلانية كانت كده والدولة الفلانية كانت. يلا. لا افتريكي هزي معلومة ليك انتي. هذا لا يشارك مع احد. بس انا حضرتك تفكر في شكل جمعية او شركة او دولة بهذا الشكل. عشان تسكت المستوى اللي ولا انا عشان نعبد عليه سيارة. لن تشاركوا هذا اللي انشأته. واحد اتنين تلاتة اربعة قصرة شركة جمعية دولة. اللي عايز يشتبها بعد كده يشتبها بس انا حديث اللي يقوله المستوى واحد ده موجود. وبالمناسبة ده اكتر مستوى موجود في العالم. المستوى ده. اسرة شركة جمعية دولة. اكتب قلم? اكتب قلم? اكتب قلم? يعني نكتب النتائج يا عمليا? لا اكتبي انا عن نفسي اقول اصر جديد من كده. جمعية الشرق بتاعوية المواد الازرائية عندنا شغالة بشكل دي ونكحة. مش بقول انها فشلة ولا حاجة. جمعية التعاون الموجودة في التعاون كده. دولة الليبيا كانت كده. يعني بحس انت تتصورتي المستوى ده من المؤسسين. كتبت؟ حاضر. كتبت بس؟ لو كتبت بس. كتبت بس؟ انا عرفت ازاي طيب. بالله يعرف ان اعرف ازاي. ده هو ما كتبش. ده هو اللي بيكتب. الريس. يلا اكتب بقى. شكرا. افتكرت على ايه لو ما كتبتش؟ افتكرت شركة واسرة. افتكرتي شركة واسرة وجمعية ودولة؟ واحد من دول. ما لقيتش دولة كده؟ دول. 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 ما لقيتش اسرة كده؟ زمان. فاكرة سي السيد ولا مش مبتش فيلم سي السيد؟ مش فاكرة؟ بس هم عامة. طيب. هاته يحب يشاركنا؟ بطر. انسع. انسى السيد. ابيك ده. فضل. تكون ثورات. لكنها تكون انهيارة. تكون ثورات او انهيارة. نعم. احسنت. كدتنهار. يعني الصومال مسلا. في تونس. والصومال انهيار. نعم. احكستيجيار. والصومال نعم. انا عايزة ونزلها على المؤسسات سريعا. مصر بقاتبتها. نعم. اه طبعا. مصر قامت بها ثورات. نعم. قامت بها ثورات. مصر قامت بها ثورات. مين يحب شاركنا؟ اللي يحب الشاكي نقول عندنا كذا. اللي يحب؟ فضل. هم انتون اتنين في جمعية واحدة وردو؟ طيب فضل لك. انا بدي اقول بس ما اقول اسم المنظمة. ما تقوليش لا احضرها ماما. يعني ما. بس اقولي انا عرفت منظمة. اي اي انا عرفت منظمة. اي انا عرفت منظمة كان فيها قيادة بس هاي القيادة جدا ضعيفة. وكان فيها كذا مدير. مو بس مدير واحد. كان فيها تسيب مالي جدا. اضافة تزوير لبعض الاوراق المالية. اضافة الموظفين اللي كانوا موجودين بالمكان العمل مهملين جدا. والمشرف اللي كان عالموظفين كان شخص انه جدا اناني. فبعد مضي وقت انهارت كل المؤسسة لحتى توقفت هاي المؤسسة كاملة عن العمل. وحتى ما اضل فيه اي سيقة من قبل المنظمات او التنويلات التانية ايه. ده 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 جمعية ولا شركة? منظمة. 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 تعرفي دولة كانت كده? ايه. شوف ايه. ايه? يعني ايه? يعني ماضحة. تعرفي اسرة كانت كده? ايه. بالمناسبة كل اسرتنا كانت كده واحنا صغيرين. يعني انا وانا وربي احمد ومحمد وهدى وهند وهم صغيرين اللي حتى بيروح لبتتائي انا بعملهم كده. بس هما لما بيكبروا يروحوا المستوى اثنين. وهما بيكبروا يروحوا المستوى تالي. انا برجع خطوة لانهما بيكبروا. موجود في الاسر. لكن المقصود ان بعض الاسر موجودة في كل الاسر. لكن بعض الاسر مازالت موجودة كده. طيب. احد يحب يشارك تاني؟ انا كذلك على مستوى عائل. انا اتقال كثيرا عن قيادة كثيرا عن قاى العوش. يا عمي مغلق فالأم كان كثيرا عن قوانونا قبلا تخفي عنها ونتخوفا ليس انما. فمنهم شباب انحرفوا حشيشوا ما حشيشوا هش الله والبنات المينة منهم يعني تزوج وانطلقوا. وهو اللي تزوج فقط حتى تخبص كل هذا الحالي فالعائلة هسة امرار يعني إذن النموذج لكل منظمة أو مؤسسة أو أي مجموعة بشرية تشتغل مع بعض. فأنا أريد أن تأخذها وتقربوها بعدين وشوفوها بعدين. هو السؤال أكثر من هذا. في المرحلة هناك شخص مسيطر مستبت أو ديكتاتوري. سؤالي عن منظمة أخرى أعرفها. بدأوا مجموعة شباب أسسوا منظمة. لم يكن هناك توزيع أدوار. لأن الكل يجب أن يشارك في كل شيء. يجب أن يفعله أي شيء يجب أن يكون لديه رأي. هذا الأمر كان يسبب تأخر العمل. بعد مضي فترة معينة انتقلوا لمرحلة أفضل. أصبح هناك توزيع أدوار. فسؤالي إذا كان هناك شخص مسيطر على كل شيء سلبي. وإذا كان كل يدخل في كل شيء، أمر معاكس أيضا سلبي. أحسن، أحسن. وإن كنت أرى هذه المستوى يجب أن يفعل كله منظمة. منظمة يعني مرتبة. كلمة مسيطر معناها إيزم كنترول مش معناها ديكتاتور. وأنا بتحفظ جدا على كلمة ديكتاتور. أنا بقول كلمة زعيم. لأن كلمة زعيم كلمة إيجابية. وليست سلبية. غندي كان زعيم وماندلة كان زعيم. وعدد كثير من القادة. كلمة زعيم كلمة كويس. كلمة ديكتاتور سلبية. ودائما اللي يقولها الناس اللي مرهمش راكي كثير. فميحسوا بشكل أو آخر. فأنا مش عايز أقولها لأن المنظمات ما بتنشأش غير بحد زعيم. وإحنا عايزين حد يعمل لنا منظمات. فحرصين عليها. ممتاز. يبقى وصلنا. إنه قول تعليق على المرحلة الكولة دي. المرحلة الكولة دي. على كل ما يتقال من عيوبها. إنها ممتازة جدا لأنها عملت حاجة خطيرة جدا. لأنها أوجدت من عدم. لما تلقى مؤسسة ما كانش فيه مؤسسة وبعيد ما يتفيه مؤسسة حتى لو فيها ديكتاتور ولا زعيم. ما حنا قبل كده ما كانش في حاجة. فلازم نحترم ذلك اللي من قدم اللي عمل ده. يبقى عندنا نوع من التقدير إنه قد ترخيره أوجد حاجة. بس قد ترخيره يعني مع السلامة. يعني بهذا الشكل يروح مقدرا معززا مكرما. الحاجة التاني الأفراد فيها. أنا كنت أشير الكلمة دي بس خلتها. كان الأفراد المنتجة عندنا بيسموها زي زي فرص الحكومة. أو زي الألاء. نستخدمهم طرمهم صالحون للعمل. لكن لما بيخلص بنتخلص منهم. كان فيه حاجة عندنا في الحكومة اسمه فرص الحكومة وحصان الحكومة. كل ما كويس بتغزي يوم يخلص يضربوك من ناري موجه. تخلص. يعني بعض الناس لما تشتغل في منظمة سنة واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وتوصل. يقول لكم على السلامة حتى حفلة الوداع ما بيدهاش يعني. المؤسسة بالمستوى ده شكلها مش ما بيقاش مريح. القائد في طوارق دائما. دايما هو عنده مشكلة. دايما تحس ان هو مش فاضي. دايما تشغله واللي فيك يعرف المربعات. هو دايما في حاجات طريقة وعجلة ومعندهش وقت ومضغوط. وفي الحقيقة القادة الكويسين تلاقي بينام عدد ساعات قليل وبيشتغل كتير وموت نفسه. هو نفسه عدام في الحقيقة. هو دايما في حال الطوارق. وانا بيحس الحكاية لي بسدسفاكشة. يقول لك انه موصوط ومجلال له نهار. وبيشتغل عشرين ساعة في اليوم. في الحقيقة الناس هو الأساء المنظمات الكبيرة. بل جيت بينام. بياخد راحة. أوباما ولا معاش الرئيس الموجود اسمه ايه. بياخد ويك هند في السنة في اخر الاسبوع مثلا. وبياخد اجازة سنوية. فلو انت كنت مدير. ولا فيه مدير دايما عنده في حال الطوارق شديدة. ولا بيضاش لعجالي ولا بيعمله. اعرف ان انت ليس على مستوى تلحاني. وحاول تتخلص من المسألة دي بحيش تروح للمستوى التاني. وقال لا تكون دوا ان انت مصدر السلطان. الناس تخبر الزعيم بما يود سماعه. ولو. ولو كذا. ما يقدروش. ما يقدروش يقول له حاجة كده. وسياسة الطعن للخلف والخصوم سائدة. تشكل المرزمة بيبقى عاملة ازاي. لو جالي حد من الاتش كيو. يعني يبقى احنا خايفين. لانه هم هيقول مين وهيفتش علي ويسأل الموظفين اللي تحت. يعني فيه احساس. احساس غريب. احساس كده ان حد هيخبطني من الورا. حد هيفتمني. بيضربوا بيها مثال حقيقة. يوم الفرد. مثل يوم الحرب. انا فاكر. لما درسنا الاسون. قال عاملة زي ايام بداية خليقة. يوم ما كنا ناس بدائيين على حسب رأيه. الواحد ثميس على السطح. طلع الكوخ بتاعه. مراته في البتاعة ديها. ومسل البتاعة يطلع عشان يصطاد. وكل يوم حرب. خايف. وخايف حساس حتى ياخد مراته اللي بيجي هناك. يجي اول ما ينتهي اليوم لو انتهي اليوم. وجاب الصيدة ورجع بيتي. والحمد لله انتهي اليوم على حين. في بعض المؤسسات تروح المؤسسة او انت مش ايس تخش المؤسسة. ولو دخلت المؤسسة او لو رحت ال HQ بيبقى تقول ربنا مصر وما يحصلش حالة. يوم ما تخلص زيارتك واللي يجي الرجل بتاع ال HQ يمشي بخير. عشان ولا إله إلا الله غار قصدي. مش بالسلامة. مش بالسلامة. اذا كان الجو ده موجود فمعنا ذلك ان احنا في المستوى الاولاني. يوم القاضي يوم حرب. خوف خوف وغضب. واذا انتهى اليوم وما زال الانسان في وظيفته. يعني ما زال لسه مترفتش مجالوش رفد مجالوش خاص. ومحافظا على مكانه. فذلك بالنسبة له يوم سعيد. عند سقوط الزعيم. غالبا بالي. بالموت. معصى من حاجات هنا مبينتلش اللي يموت. في عدد كتيبه ما بيسبش المنظمة ولا الدولة ولا الجمعية ده ما يموت. اللي لسه نعمل بريطانيا. وكلنا بنعمل اسسمنت. وبنعمل المركز الاسلامية. فبقول المركز بقال له قد دي قاله بقال 2240 سنة. فقلوه كويس مرة عليه كم مدير. قال هو الحج محمد أسسه لحد ما مات الشهر اللي فاته. فقلوه ابنه. والله كده. فقلوه ابنه. ابنه بعدها مباشرة اللي اللي بيسبش نقول. تعود المنظمة غالبا إلى المستوى صفر أو على الأقل هناك تخوف من الانهيار. أنا أكتفل كده. بقول المؤسسة بدأت كويس. اتطورت. نزلت للمستوى الأخير بالشكل مش كويس. نجل مرحلة التانية اللي هي البيروقراطية. بتاع القواعد والقوانين. هنا كان الزعيم هو الأسس المسألة. لكن أنا زي ما نعمدت كده وفي الأول كان كنت ترخيره واشتغل كويس. لكن كان فيه خطر ما خدش باله. وبعدين طهينها في شكل كبير. فلازم المنظمة تطلع من المستوى واحد للمستوى اتنين. أهم مشكلة هنا مين؟ أهم مشكلة في المستوى الأولاني؟ المدير. المدير. الزعيم. الديكتاتور. فانحيني دي بإيه؟ مجل السجارة. نغطى قواعد والقوانين بقى. نقول مين يعمل إيه؟ اللي أنا حضرته قلت عليه. مين مسؤولية؟ المدير يعمل إيه؟ قواعد وإيه؟ نضع أدلة عمل. إذا بدأت تضع أدلة عمل فانت بدأت تخرج من واحد إلى اثنين. عشان كده يسموها المرحلة القواعد أو القوانين أو الروتينية بشكل أخرى. في المرحلة السابقة القائد هو مصدر كل تغيير. بما في ذلك مذابه وعشوائيته. تحل هذه المشكلة بوضع القواعد والقوانين. تهتم بالعمليات أكثر من نتائج تدور حول التعايش السلمي. الناس مثل الحيوانات؟ لا. زي الأطفال المطاف الحلوين المقططين المؤدبين لكن هم ما بيعرفوش. وأنا اللي لازم أقول لهم يعملوا إيه؟ معناها إيه دي؟ لما واحدة تشتغل في شركة سياحة بقى افترض أن البيت تجي ما تعرفش حاجة. بقول لها أنت هتشتغل معي؟ تبخش بقى ركع عند الرجل بتاع الاي تي عشان يوريك السيستم. أنت لما تيجي تفتح يدوسي على الضرار ده. لو حد يحجز عملي ده. بقى افترض أنها ما تعرفش حاجة. عشان كده بيبقى فيه اندكشن في كل المؤسسات الجديدة. اللي لسه جديد مش حصل يا دكتور أول مجيتي مع قدرك الكبير ألوك رو يعمل اندكشن. ولا عمل ده اندكشن. يقول لك انت تشتغل معنا ده أدلة العمل. والاشتغل في المؤسسات بيمكن ياخد أدلة عمل كثيرة جدا. يقول لك احنا كيف نرفض وكيف نعين وكيف نشرجل. أدلة عمل شديدة. يوم ما تعمله أدلة عمل كيف توظف الناس وكيف تأخذ مشروعات وازاي تعمل. أول بتفترض ان البناء دم ما بيعرفش. أنا عارف ان ما بيعرف. وعارف ان هو مديد اتش ار كبير. لكن احنا عندنا ماني والكبير. أنا عارف انه فايزنس مانجر قد الدنيا. لكن لما تروح تشتغل في جول انتناشا قولك ده النظام بتاعنا هو. بافترض ان هو ما بيعرفش حاجة. وبالتالي انا بحطوله سيستمز عشان يشتغل عنه. محدش في المؤسسة في مستوى اتنين بيروح يقول بسم الله انا كانتش داريكتور هشتغل. يشتغل ازاي لازم فين اللوائق وفين القوانين. فكلنا في المؤسسات الجديدة في الامم المتحدة في الدول في اي حاجة مطورة. اذا دخلت منظمة وما لقيتش ادلة وقوانين. كلما لقيت ادلة وقوانين. بعض الاسف الناس في الوزارات ما شفتها في الدول العربية تروح الوزارة يخش الوزير. ما عندوش اي حاجة. لا سياسات ولا ولا لوائق ولا قوادين ولا اي حاجة. في المستوى انا هو بيصرر الناس جويسين. لكن هما ما بيعرفوش ويجب ان نخبرهم بما يفعلون. فالمؤسسات المستوى اثنين عندها هاو تو دو. ادلة عمل في كل حاجة. في الفاينانس في الادمين في الموجيستيك. في كل حاجة عندهم ادلة عمل. الناس مش زي اناك غضة. لكن هما الانين بشكل والاخر فيها. القيادة. فاكري هناك كانت ايه؟ القائد هناك كان عامل ازاي. فاكريينه؟ زعيم. مسايتر. قادر على فرض النظام. اللي هنا شكله عامل ازاي؟ سمعيني كده؟ والد. الله مش زعيبة. والد. حريص على افراد هو على ايه؟ هو مهمته اللوائح والقوانين. هو مجربة كويس. لكن على العنية. عامل زي اضايب النظر للمدرسة الكويس. اللي هو ابن عمك ولا عمك ولا كلام زي كده. وانت عملك اختك السغال عايزة توديها المدرسة. والبنت عندها اربع سنين. بس البيت زكية جدا. بس القانون يقول تخش المدرسة وهي عندها كم سنة؟ ست سنين. ست سنين. هي عجبية يعرف تدخلها؟ معرفش تدخلها. ليه؟ عند قوانين. يوم ما يبقى المدرسة تنتزم بدي. يبقى مسألة مسألة. هو والد وكل شيء. لكن هريص على القوانين. والتنفيذ أمر ما. يجب ان تستضي القانون يبقى عليه المجتمع. يبقى عليه المجتمع. الكلمة دي مفيدة. عشان ما يبقى زي سوريا. ان الدستور بيقول للرئيس بكذا. والراجل عندما يبقى عديله الكنون. عشان ينزلها 3-4 سنين عشان يعدله. يعني يجب ان يكون يوافق عليها المجتمع. وبعض المنظمات. بيبقى المدرسة يعمل حاجة ام غير اللوايح. اذا كان المدرسة هو اللي بغير اللوايح. لا. يبقى احنا لسه في المستوى واحد. ما احنا في المستوى اثنين. طيب. الاهتمام. الاهتمام هنا كان ايه؟ كان بالرئيس. لكن هنا الاهتمام بالايه؟ بالقوانين واللوايح والنظم. الموظفين يتبعون خلاص. بدل ما هم كانوا خايفين وبيقولوا الريس لا انا عندي رايحة. بعملها. ولو المدير سألني اعمل ده؟ هقول له انا القانون عندي دولة. يوم ما تقدر يتقولي للمديرة انا ما اقدرش هعمل ده. لان عندي ده. لو انت عايز تعملي اكتمي حضرتك انا مسؤولة. يبقى انت اطلعت من المستوى الاثنين بشكل اخر. يوم الموظف ما يبقاش عنده القدرة ان يعمل ده؟ يبقى هو لسه في المستوى الاول يدير. وعلى حلاوة المرحلة ده في الحقيقة بشكل كبير. اللي اني فيها عيون خطيرة. انا بس هقولي هنا نعديها سريعا. لاني اللي فاهم النظام. انا هديك مثال بتاع بنت اختك اللي عايز تروح المدرسة. لو انا بنت عايزة تروح مدرسة وهي عندها خمس سنين. والقانون بيقول ست سنين. اعملها ازاي ده؟ اغير المعارض اجتمعها. يا صاحبات اطنع شهادة مطلوبة ومشي. النظام علي انه صح لم يبقى بلد مش مزبوطة بتوجي الطرق لللوي والدرار. عشان كده بيقولوا العربة صح خليك في الامان. خلي شكلك كويس. اتبع القواعد حتى لو لم يكن لها معنى. وفي الاخر ما تغطقش. لان بتشتغل كتير وتغلط كتير بيرفدوك. بتشتغل قليل. بتغلط قليل بيخلوك. ما بتشتغلش. ما بتغلطش. فبيرقوك. انا عايز حضرتكو تبسوكوا الورقة دي. كل واحد عنده ورقة زي دي. لو تقرنتوا تعود من كده لاتنين. والعنوان ده خلوه فوق كده جمعوا. وعايشكم بس تتجوه عند المستوى الاولاني والتاني. انا عملتها بالشكلة. اهو. فكين عشر علوب اللي انا عندها. بحيسي بعاني واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشرة. للمستوى الاولاني. اللي ما شايف ده كل ده المستوى الاولاني. وكل ده المستوى التاني. يعني ايه انا عمل اراها كده. بقول المستوى الاولاني. الاولاني كان زعيم وديكتاتور. وممكن يكون صاحب العمل. لكن في التاني والد ومتيج. الاهتمام. في الاولانية طريقته هي الطريقة. بينما التاني الخضوع المتشدد بالقوانين والقواعد. هتبالك المقارنة عملة ازاي؟ لما هاجف الموظف للمستفيد. الموظف يقوم بما هو مطلوب. وهناك رضوك خبيف. ما يقدرش يعمل حاجة. وهناك درجة من العدوانين. بينما في المستوى اتنين. اللي هي القواعد والقوانين. يتبع التعاقد بشكل حرفي. والزبون دائما على حق. المستفيد اللي هو اللي بياخد الخدمة. في الحالة الاولى المالك يولي طلباته. المالك يولي طلباته. يعني لما البناء دم المحتاج بيجي المؤسسة بياخد اللي المؤسسة تدينه. بينما التاني يحاول يشاركه. الجودة في الاولى ضعيفة ومتباينة. في التانية التانية مطبقة. خدوا بس دقيقة. استقمروها واحد كده. قراءة فرديا. خد الاولى كلها من فوق لتاعت. وخد الثانية من فوق لتاعت. وقارن الاولى بالثانية. عشان ناخد سنس المستوى الاول والمستوى التاني. واضح؟ ناخد دقيقة كده. قراءة فرديا. قراءة فرديا. قراءة فرديا. قراءة فرديا. قراءة فرديا. دمائي اخرى على الشركة. قراءة فرديا." اشتركوا في القناة شكراً اشتركوا في القناة شكراً 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 شكراً